شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يوليو عشرين اثنين وعشرين وأقام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية بعد تصديق الرئيس عبد الفتح السيسي شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو الفين واثنين وعشرين وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء واجبهم ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف مؤكدا على أن ما قدموه من أعطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائما مشيدا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية وأكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسئولية الملقاة على عاطقهم مهما تعقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها كما وجه القائد العام الشكرى لأسر القادة المقرمين تقديرا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في أعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء حضر الاحتفال الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرار الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم